في عبوظبي ترأس اسمو الشيخ منصور بن زاهدان الهياء نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة شركة مبادلة للاستثمار اجتماع مجلس إدارة الشركة في قصر الوطن واعتمد المجلس خلال الاجتماع تقرير نصف السنة المالية للعام 2023 واناقش عددا من المواضيع المدرجة على جدول العمال واتخذ القرارات المناسبة بشانية حضر الاجتماع اسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زاهدان الهيان رئيس مكتب الشؤون التنموية واسر الشهدان في ديوان الرئاسة ومعالي خلدون المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة للاستثمار ومعالي السيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية ومعالي الدكتور سلطان جابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومعالي عبد الحميد محمد سعيد ومعالي السيف سعيد غباش شامين عام المجلس التنفيذي لإمارة أبو وظبي اشتركوا في القناة